استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الأسخير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وخلال اللقاء جار استعراض عدد من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن المحلي والرامية إلى دفع عجلة البناء والتنمية في البلاد ليكل ما فيه خير الوطن والمواطنين الكرام إضافة لبحث المستجدات في المنطقة كما أشاد جلالة الملك المفدى بالجهود المثمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها وتطوير عمل الحكومة في مختلف المجالات وبمناسبة بداية العام الدراسي الجديد أعرب حضرة صاحب الجلالة أرعاه الله عن خالصي تمنياته لجميع الطلبة والطالبات في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد ورياض الأطفال بكل التوفيق والنجاح مقدراً أيده الله الجهود المثمرة التي تقوم بها كافة الكوادر الإدارية والتعليمية في وزارة التربية والتعليم وفي جميع الجهات التعليمية سائلاً الله تعالى أن يكون عام خير وتفوق للجميع وأن ينعم على وطننا العزيز بالمزيد من الرقي والإزدهار كما استقبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدّة حفظه الله أرعاه بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عدداً من أهالي محافظة العاصمة الذين تشرفوا بالسلام على جلالته معربين عن بالغ اعتزازهم بلقاء جلالته وخالص شكرهم وامتنانهم على ما تحظى به محافظة العاصمة من رعاية واهتمام من جلالة الملك المفدّة ورحب حضرة صاحب الجلالة بالجميع وأعرب جلالته حفظه الله عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التواصل مع المواطنين الكرام انطلاقاً من تقاليدنا وأخلاق أهل البحرين الحميدة التي اشتهروا بها أباً عن جد وضاف جلالته أننا حرصونا دائماً على تعزيز التكاتف فيما بيننا ومع الأشقاء والأصدقاء وإن أهل البحرين اشتهروا بالكرم واللطف وتوارثوه من الأجداد إلى الأبناء مشيداً بدور رجال ونساء محافظة العاصمة بالتكاتف مع كافة المواطنين الكرام في بناء نهضة البحرين وإسهاماتهم المشهود لها على امتداد تاريخ الوطن في كافة ما يدين العمل والبناء والتطور منوهاً حفظه الله رعاه بما يربط أهل البحرين جميعاً من سمات أصيلة وقيم راسخة ومتجدرة في الأرث الحضاري والتاريخي في مملكتنا العزيزة معرباً جلالته عن اعتزازه بالمواقف الوطنية المشرفة لأبناء البحرين وإخلاصهم في البذل والعطاء في خدمة بلدهم وإعلاء شأنه ورفع رايته في كل المحافل منوهاً جلالته أيده الله بأن الروح الوثابة الجامعة والعزم الأصيل لأهالي البحرين تجاوزت المملكة عبر مختلف المحطات التاريخية تحديات كبرى وأن ما يتطلبه المستقبل القريب من تعافي اقتصادي بعد تحدي جائحة فيروس كورونا الذي واجهه العالم أجمعاً سيكون ممكناً وواقعاً جميلاً يعيشه الجميع بفضل هذا العزم والتكاتف الذي تتميز به البحرين بخصوصية مجتمعها منامة الحب منامة الحب ضمي طفلك النزق منامة الحب ضمي طفلك النزق فإنه في الهوى لا يعرف الطرق ضمي إليك صغيراً من سذاجته يظن أن الهوى من أجله خُلِقاً لا تتركيه يعاني من محبتها فإنه من لهيب الشوق قد حُرِقاً وهدهديه فإن الجفو أرقه وهو الذي طالما قد أرق الأرقاً وتمتمي بحروف الحب هامسةً حتى يعود من الأيام ما أبقاً فقد علمت بأن العمر آذنه بالشيب لكنه للآن ما عُتقاً ما زال يعشق ليلاً وهي سادرةٌ عنه وما زال من تذكارها فرقاً ولم تزل في حنايا القلب صورتها تؤجج الشوق فيه كلما شغقاً لم يعرف الحب إلا من حلاوتها ولم يذُق طعمه حتى بها شرقاً يمشي على غير هديٍ من جهالته وبين جنبيه قلبٌ بالهوى احترقاً لم يمض يوماً له في غفلةٍ أبداً عن ذكر من حبها في قلبه علقاً يكاد في كل يومٍ من صبابته أن يستثير من الأحلام ما سُرقاً ألقى على الشعر من أبياته حلُماً ولم يكن أبداً في شعره ملقاً ولا تجاوز حداً في مقالته ولم يفُه أبداً إلا بما اعتنقاً ولا تردد في تبيان قافيةٍ يوماً ولا كان في أبياته مذقاً ولست أخفيك أن البُعد آلمه وجمرة الشوق تُخفي طيَّها القلقاً يعيش في ذكرياتٍ كلما نضبت عادت لتفتح من أحلامه الأفقاً إن مسَّه تُربُها جاشَت حريقَ ريحتُه وضاقَ ذرعًا بما في قلبه اختنقاً أَنَّا مَشَيْتُ أَرَى لِي ها هُنَا قَدَمًا مَشَتْ وَفِي ها هُنَا عِطْرُ الصِّبَى عَبِقَا وَمَا تَحَرَّكْتُ فِيهَا قَيْدَ أُنْمُلَةٍ إِلَّا رَأَيْتُ بِهَا لِلذِّكْرَيَاتِ بَقَا مَنَامَةَ الْحُبْ مَا أَحْلَاكِ فَاتِنَةً لَوْ لَاكِ مَا كَانَ قَلْبِي فِي الْهَوَى خَفَقَا يَا عَذْبَةَ الْرُوحِ يَا أَنْغَامَ أُغْنِيَةٍ يَا عِطْرَ غَانِيَةٍ صُبْحًا وَمُغْتَبَقًا وَيَا عَبِيرًا إِذَا اسْتَنْشَقْتُهُ نَبَضَتْ رُوحِي بِكُلِّ جَمِيلٍ بِاسْمِكِ الْتَصَقًا وَيَا رُبَى عِزَّةٍ شَمَّاءٍ شَامِخَةٍ وَبَيِّرَقًا رَفَّ لِلْعَيُّقِ مُؤْتَنِقًا أَرَى بِكِ تِلْكُمُ الْأَيَّامِ حَالِمَةً وَكُلَّ شِبْرٍ بِكِ أَلْقَاهُ مُؤْتَلِقًا فَكَمْ رَأَيْتُ هُنَا هِنْدًا وَعَاتِقَةً وَكَمْ تَغَزَّلْتُ فِي لَيْلَا غَدَا تَلِقًا وَكَمْ تَمَادَيْتُ فِي وَصْفٍ لِفَاتِنَةٍ كَأَنَّمَا حُسْنُهَا فَجْرٌ قَدٍ فَلَقًا وَكَمْ رَأَيْتُ جَمَالًا لا يُعَادِلُهُ كُلُّ الْجَمَالِ الَّذِي فِي النَّاسِ قَدْ خُلِقًا حُسْنُ الطِبَاعُ وَطِيبُ الْخَلْقِ في شَرَفٍ وَعِفَّةٍ وَحَيَاءٍ يَسْكُنُ الْحَدَقَ يَفُوحُ مِنْ حُسْنِهَا طِيبٌ إِذَا خَطَرَتْ وَمِنْ سَنَاهَا تُنِيرُ اللَّيْلَ وَالْغَزَقَ أَعْزِزْ عَلَيَّ بِأَنْ أَلْقَاكِ خَالِيَةً مِنَ الْأَحِبَّةِ وَالْأَهْلِينَ وَالْرُّفَقَ وَأَنْ أَرَاكِ وَفِي أَرْجَائِكِ اجْتَمَعَ الذِّكْرَى تَلُوحُ وَلَيْلٌ يَرْقُبُ الْفَلَقَ ضُمِّي إِلَيْكِ مُحِبَّا عَادَ مِنْ زَمَنٍ تَضَمَّنَ الشِّعْرَى وَالْإِحْسَاسِ وَالْوَرَقَى وَرَدِّدِي مَعَهُ أَبْيَاتَ قَافِيَةٍ غَنَّى بِهَا كُلُّ مَنْ مِنْ قَبْلِهِ عَشِقَا تِلْكَ الْمَرَابِعُ كَانَتْ حَرْفْ قَافِيَتي وَذَلِكَ الْرَبْعُ لِي قَدْ كَانَ مُنْطَلَقَا وَقَدْ جَمَعْتُ بِشِعْرِي طِيبَ تُرْبَتِهَا وَمِنْ شَذَى عَبْقِهَا بِالْحُبِّ قَدْ نَطَقَا مَنَامَةَ الْحُبِّ بُثِّي مِنْ هَوَاكِ سَنًا فَمَا أَنَا غَيْرَ شِعْرٍ بِاسْمِكِ الْتَحَقَا ذَخِيرَةِ أَنْتِي وَالْبَحْرَيْنِ قَاطِبَةً وَمَنْ رَقَى سُدَّةَ الْأَمْجَادِ حِينَ رَقَى طَابَتْ نَوَاياهِ إِذْ طَابَتْ شَمَائِلُهُ فِي طِيبَةٍ وَسَمَاحٍ قَطُّ مَفْتَرَقَا لا غُرْوَةٍ إِنْ غَرَقَتْ أَبِيَاتْ قَافِيَةِ وَاسْتَغَرَقَتْ فِي قَصِيدٍ بِاسْمِهِ اتَّسَقَا وَكَيْفَ لَا وَهُوَ بَحْرٌ فِي مَكَارِمِهِ وَمَنْ أَتَى بَحْرَهُ لَمْ يَأْمَنِ الْغَرَقَا وَكَيْفَ لَا وَهُوَ بَحْرٌ فِي مَكَارِمِهِ وَمَنْ أَتَى بَحْرَهُ لَمْ يَأْمَنِ الْغَرَقَا جَاءَتْ إِلَيْكَ أَبَا سَلْمَانِ صَادِقَةً وَقَلَّمَا أَنْ يَقُولَ الشِّعْرَ مَنْ صَدَقَا جَاءَتْ إِلَيْكَ أَبَا سَلْمَانِ صَادِقَةً وَقَلَّمَا أَنْ يَقُولَ الشِّعْرَ مَنْ صَدَقَا مَحْضُ الْحَقِيقَةِ لَا غَوْلٌ بِهَا أَبَدًا وَلَا خَيَالٌ يُثِيرُ الْعِثْيَرَ الرَّنِقَا أصفى من الصفو إذ حطت بساحتكم وكل حرف بها أضحى بكم ألقى أرى المكارم منكم فيض قافية فالحب والشعر في عليائك اتفقى أرى المكارم منكم فيض قافية فالحب والشعر في عليائك اتفقى يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ الْبَرُّ الْوَصُولُ وَمَنْ صَبَّتْ أَيَادِيهِ غَيْثًا وَابِلًا غَدِقَا وَيَا كَرِيمًا أَبَى إِلَّا الْعَطَاءَ وَفِي يَدَيْهِ دِيمَةُ غَيْثٍ بِالنَّدَى بَرَقَا تَنْصَبُّ هَطَّالَةً فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ فَتُخْصِبُ الْأَرْضَ مِنْ مَاءٍ بِهَا هُرِقَا جِبِلَّةٌ فِيه مِنْ طِيبٍ بِعُنصُرِهِ تَرَاهُ هَشًّا بَشُوشًا بَاسِمًا لَبِقَا في عزةٍ وشموخٍ في مهابته لولا سماحته من جاءه صُعِقَا وقد تراه لدى اللأواء وقد تراه لدى صعبٍ ومُعضلةٍ إلا فتن في جميع الأمر قد حذِقَا وقد تراه لدى اللأواء ذا ثقةٍ والآه ما خاب من بالله قد وثقَا وما تعجَّل إلا حين مسألةٍ من سائلٍ مُملِقٍ أو قاصدٍ طرقَا يَا مَنْ بَنَى لِعُلَى الْبَحْرَيْنِ شَامِخَةً تُنَاطِحُ الْقِمَمَ الشَّمَّاءَ مُرْتَفَقَا وَمَنْ بِحِكْمَتِهِ أَحْيَى الْبِلَادَ كَمَا بِعَزْمِهِ شَادَ عُنْوَانًا لَهَا وَوِقَى الفارسُ الفَذْ مَنْ دَانَتْ لِهِمَّتِهِ أَعْتَى الصِّعَابِ وَلَمْ يَشْكُوا بِهَا رَهَقَا يا أيها الحب خيم في مرابعنا ودم لنا يا أبا سلمان فيضنقى يا أيها الحب خيم في مرابعنا ودم لنا يا أبا سلمان فيضنقى يا ربي أيده في حل ومرتحل وافتح بخير له مرتج أو ولقى واحفظه يا ربي في خير وعافية واجعله يا ربي في الخيرات من سبقى واجعله يا رب في الخيرات من سبقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن شكره للشاعر محمد الحلواشي على هذه القصيدة والقصاد التي يلقيها في مختلف المناسبات الوطنية مؤكدا جلالته أن مملكة البحرين عبر تاريخها تعتز بشعرائها وأدبائها الذين أثروا الحركة الثقافية والأدبية في البحرين والمنطقة ومن جانبهم رفع أهالي محافظة العاصمة خالص الشكر والعرفان والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على تفضل جلالته بالالتقاء بهم وعلى الرعاية والاهتمام الذي يوليه جلالته بمصالح المواطنين سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويرعاه ويديم على وطننا الغالي التقدم والازدهارة تحت قيادة جلالته الحكيمة موسيقى اشتركوا في القناة